اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي منافسة اخرى لذلك هذا العامل كان اساسيا وحتى ان وليد مدرب كان يعلم جيدا هذا الامر لذلك في الندوة الصحفية مساء امس قال انه لا يهمه النتيجة لا تهمه النتيجة لا يهمه الاداء بقدر ما يهمه التأهل قال يهمه التأهل عفوا لا يهمه الاداء او الطريقة بل يهمه التأهل الانهائي وهذا ما تحقق بالنسبة الجماهير الوداد حق لها ان تفرح وان تعاتب لاعبي فريق هذا من حق الجماهير ان تنتقد وتطبح لرؤية اداء لاعبها دائما في القمة لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة مباراة اليوم كما شرحنا كانت تحت ضغط لا يريدون ان يفوت او يضيح الفرصة في التواجد وفي الحضور في النهائي لذلك خرجت بهدف وهي نتيجة ليست سيئة الى ذلك الحد الفريق فاز في مجموعة مباراةين باربع هدف مقابل هدفين تأهل الى النهائي لديه وقت كافي للتحضير لمباراة النهاية وانتظار المتأهل من النصف الثاني بين الاهل المصري وفاق سطيف الجزائري تمنى ان نشاهد مباراة الغد نشاهد مباراة قوية بين الاهل وفاق سطيف وتكون رمزا ومثالا لروح رياضية بين الفريقين الشقيقين نبارك مجددا للويداد ونتمنى ان نشاهد مباراة كبيرة بين الاهل وفاق اولا ثم مباراة جيدة وقوية ومميزة في نهائي بين الويداد وسواء الاهل او الوفاق شكرا على انتباهكم مشاهدين الكرام نلقاكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته